اشتركوا في القناة من طرف القوات المسلحة الملكية على إثر سنفيذية لعملية غير هجومية في الثالث عشر من نوانبر الماضية وذلك بعد أن ظل مغلقا لأسابيع بسبب قيام قطاع الطرق من عصابة البوليساريو بإغلاق الطريق الرابطة بين البوابتين الحدوديتين المغربية والموريثانية ومن شأن تعبيد هذه الطريق أن يعزز من تدفق حركة البضائع والأشخاص بين المغرب وموريثانيا التي تواصلت فور قيام القوات المسلحة الملكية بتنفيذ تدخل الناجح والذي حاضي بتأييد إقليمية ودول واسعة كما أن من شأن تعبيد الطريق الرابطة بين المعبرين الحدوديين وانثيابية الحركة المدنية والتجارية عبرهما أن يعزز علاقات المغرب وموريثانيا وعمقه الإفريقية وأكد تعزيذ موقفه من نزاع الصحراء والثيادة على أقلمه الجنوبية وذلك بعد ثلثلة من الانتثارات الدبلوماثية التي تحققت والتي توجت بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراب بمغربية الصحراء وبثيادة المملكة على الأقلم الجنوبية وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخل وفي خبر آخر أكد القائم بالأعمال بالثفارة الولايات المتحدة بالمغرب ديفيد جرين أن الريباط وواشنطن لديهما مصالح مشاركة عديدة ترتبط بالأمن والثلام والاستقرار وأوضح ديفيد جرين الذي حل ضيفا على برنامج مع المغرب من واشنطن الذي ثبت قناة ميديان تيفي المغربية أن البلدين يتعاونان في هذه المجالات بكتافة وكذلك في تنمية الاقتصادية المستدامة للشعب المغربية وأيضا من أجل خلق وظائف جديدة للأمريكيين مبرزا أن البلدين يتشاركان في العديد من الأولويات ويعملان معا لتعزيز مصالحهم القومية لتحقيق الأمن والسلام والرفاهية والنجاح ليس فقط لهم ولكن للمنطقة أيضا وأضاف في الكثير من الأحوال نجد أنفسنا نعمل معا لمنفعة المصالح الإقليمية والاستقرار على مستوى العالم من خلال العديد من القضايا وسجل أن المغرب والولايات المتحدة يتقاثمان هذه القيم والمصالح وهناك قائمة طويلة لما تتثم به العلاقات المغربية الأمريكية مؤكدا أن المغرب دولة حليفة هامة وإن لم تكن عدوا في حلف الناتو وشريكا مقربا للولايات المتحدة في العديد من مهام حفظ السلام ومكافحة الإرهاب واستحضر في هذا الصياق إجراء القيادة الأمريكية أكبر تدريباتها العسكرية في إفريقيا في المغرب كل عام وهي فرصة قيمة للتدريب ليس فقط للولايات المتحدة ولكن أيضا للمغرب ولعدد متزايد من الشركاء الأفريق الذين إما يشاركون فيها أو يحضرونها كمراقبين وشدد على أن العلاقات الأمنية الأمريكية المغربية تفيد البلدين والمنطقة بشكل أوثع لافتا إلى أن السلطات الأمنية في البلدين تعمل معا في مجالات تنفيذ القانون والاستخبارات ومكافحة الإرهاب وكلها مجالات هامة لأمن البلدين ولأمن المنطقة ليخلص إلى أنه تم تحقيق نجاح عظيم بالعمل معنا بالمجال الأمنية وفي المجال الاقتصادي أكد ديفيد جرين أن هناك روابط اقتصادي عميقة تربط البلدين فالمغرب هو الدولة الوحيدة التي لها شراكة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في القارة الأفريقية مبرزا أنه سيتم الاحتفال هذا العام بمرور 15 سنة على اتفاق التجارة الحرة بين البلدين وهو الاتفاق الذي ساهم في خلق الثروة ودعم الرفاهية في البلدين ولاحد أنه قبل جائحة كورونا الثنة 2019 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 ملايير دولار مما شكل زيادة هائلة بالمقارنة مع الثنوات السابقة ولم يفوت الثيد جرين التذكير بأن المغرب دولة من أقدم أصدقاء وحلفائي الولايات المتحدة الأمريكية ويعود تاريخ ذلك إلى أكثر من مئتي عام للأيام الأولى من استقلال الولايات المتحدة مبرزا أن معاهدة الصداقة بين البلدين هي الأقدم في العالم وأوضح أنه لم يتم نقض معاهدة السلام والصداقة التي تعود إلى عام 1787 وهي تجثد علاقة خاصة جدا تستند إلى القيم المشاركة والتزامنا بالنظام العالمي وبالسلام والرفاهية وبحرية التجارة وقواعد التعامل في خطوة عدائية أخرى اتجاه المغرب أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإنهاء جميع التعاملات التي تعقلوا شركات جزائرية مع الشركات المغربية وأمهل المثؤولين في بلاده مدة عشرة أيام لتطبيق هذه التعليمات الرئاسية ووفق أمر الرئاسي فقد اتخذ عبد المجيد تبون هذه القرارات عقب تلقيه تقارير حول وجود مثاث خطيرة بربط علاقات تعاقدية لشركات جزائرية لا تراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد وأضافت التعليمات التي أصدرها الرئيس الجزائري مثال أحد أن التقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع كينات أجنبية مثل شركة جيزي التي أوكلت عملياتي الإشارية لشركة قريبة من لوبيات معادية للجزائر في إشارة إلى المغرب واعتبر رئيس تبون في تعليماتي على أن تلك العلاقات التعاقدية بين الشركات الجزائرية وناظرتها المغربية تمت من دون تشاور مسبقة وهو ما يضع معلومات حساثة تحت تصرف كينات أجنبية وأشار تبون أن هذه العلاقات التعاقدية تمث بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره بغير المقبول والمرفود كما أنها أدت لاستنذاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر وأمر رئيس الجزائرية وزير مالية حكومته بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج كما أمهل المثؤولين في بلاده مدة أقصاها عشرة أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات ومن تماطل سيكون ذلك بمثابة غدر وتواطئ سيعاقب مرتكبها وفي خبر آخر قال عزيز خنوش رئيس حزب تجمع الوطني للأحرار إن المغرب الذي يشعر بخيبة أمل كبيرة إذا موقف إسبانيا يحتاج إلى مواقف وقرارات تعيد اتقاء إلى العلاقات مع هذا البلد الذي استقبل في ظروف غامضة المدعو إبراهيم غالي ذعيم مرتضقة البوليساريو وأكد خنوش في حوار مع صحيفة الموندو نشرته يوم الاثنين أن المملكة التي عملت دائما على احترام علاقات حصن الجوار والتعاون مع إسبانيا تتوقع بطبيعة الحالة المعاملة بالمثل من طرف إسبانيا مشيرة إلى هذه الطريقة التي تعاملت بها إسبانيا مع هذه القضية أثارت العديد من الشكوك وطرحت العديد من الأسئلة وأوضح رئيس حزب تجمع الوطني للأحرار أن إسبانيا إذا كانت تعتبر أن مقاربة إنسانية بحتة وبريئة فلماذا لم يتم إبلاغ المغرب منذ البداية بذلك مشددا على أن إخفاء هذا الاستقبال يعكس تواطئا واضحا تجنبت مدريد حتى الآن توضيحة واعتبر أن التبريرات التي قدمت إسبانيا لا ترقى إلى مستوى التفسيرات وإنما هي مجرد محاولة للتغطية على خطأ فادحة يضر بالعلاقات التنائية بين البلدين وحسب أخ النوشفين العلاقة الصحية بين بلدين يجب أن تستوفي شرطين أساسيين هما الشفافية والوضوحة مشددا على ضرورة أن تقوم إسبانيا بتصحيح هذا الفعل الذي تم تبنيه بحجة إنسانية بالإضافة إلى تفعيل القانون ضد المدعو إبراهيم غالي الذي هو مدعو متابعات جنائية من طرف القضاء الإسبانية بفعل شكاية عديدة قدمت ضده وحول مستقبل العلاقات بين المغرب وإسبانيا في ظل هذه الأزمة أكد عزيز أخ النوش أن هذا المستقبل مرتبط أساسا بتصحيح الوضع مشددا على أن تدعيات وعواقب هذا الحدث ستنعكس لما حالا وبشكل رئيسي في فقدان الثقة وأكد في مراجعة الخيارات الاستراتيجية التي كانت لدى المغرب منذ فترة طويلة في كافة المجالات التي تربطه بجارة إسبانيا وقال رئيس حزب تجمع الوطني للأحرار إن المغرب شريك قوي لإسبانيا في التبادل الاقتصادي والتعاون في قضايا الأمن والهجرة من بين أمور أخرى مؤكدا على أن الثقة هي أثاث الشراكة والتعاون وعندما تفقد هذه الثقة قد يكون هناك تقهقر وانتكاثة في الإنجازات التي تحققت منذ عقود بين البلدين وذكر أخ النوش في هذا الصياق بمضامين بلاغ الأحزاب السياسية المغربية الموجهة إلى جميع أولئك الذين يدركون أن مصلحة إسبانيا تكمن في تعاون الوثيق مع المغرب وكذلك لمن يؤمن بأولوية العدالة مشيرا إلى أنه رسالة واضحة لجميع القوى الحية في إسبانيا بما في ذلك الأحزاب السياسية وجمعية المجتمع المدنية ووثائل الإعلام على اعتبر أن الدفاع عن مصالح البلدين أمر يهم جميع مكونات المجتمع الإسبانية وقال أن متأكد من أن هناك أصدقاء للمغرب في إسبانيا من مختلف الأطياف وأنهم أناس عاقلون ويدركون تماما أهمية العلاقات بين البلدين وأهمية استمراريتها